من وجهة نظرك ايه احسن تتر مسلسل السنة دي ده سؤالنا اللي موجود على صفحيتنا على فيسبوك سألنا حضراتكم خلونا نستعرض معاكم بعض من تعليقاتكم وجهات نظركم عن مسلسلات او تترات مسلسلات السنة دي ونبتدي باستاذ مصطفى يسين اللي بيشكرك يا مصطفى وبيقول بيشكرك لاختيار مسلسل سره الباتع غناء الكنج محمد منير لانه ابدع بصوته والحكمة يوميا معنا خلال شهر رمضان كل الشكر والتقدير شكرك يا مصطفى شمس النهار بتقول انا مش بتابعة كل المسلسلات السنة دي ولكن الملحوظ ان تترات المسلسلات السنة دي بقى فيها ذكاء وقى فيها تميز وبقى فيها منافسة ما بين كل الفنانين متفقين معاك جدا وده اللي ربما قلناه في الانترو او المقدمة عندنا اتش ام زريف الشرفة بقى همام ولا ايه بيقول جعفر العمدة عبير السالم الغريب صباح الفل عليكم من بلد السحر والجمال عروس القنال الاسماعيلية تتر مسلسل جميلة احسن تتر يليه احمد سعد في جعفر العمدة بصبح على امي واختي وربنا يحفظهم لي اصريتي الصغيرة صباح الفل يا او ساز عبير ومنورنا دايما بتعليقاتك استاذ احمد عصام الدين بيقول احسن تتر مسلسل الكتيبة 101 طبعا الموسيقار خالد حماد عمل شغل حلو قوي طبعا وفعلا المسلسل حلو جدا والتتر بتاوي حلو جدا عبد المنعم جاب الله صباح الغير عليكم من المنوفية اهلا بيك استاذ عبد المنعم ببعث لكم اجمل تحية بصراحة احلى تتر في مسلسلات رمضان السنة دي تتر مسلسل جعفر العمدة برضو بتتفق عن نفس الكلام كمان استاذ ابراهيم حمودة بيقول افضل يعني مسلسل كبير او الجزء السابع وافضل مسلسل بالنسبة لي الكتيبة 101 مايار خالد بتتفق مع نفس الكلام وبتقول مسلسل الكتيبة 101 يعني فيه جماع على فكرة على الاعمال الكويسة جعفر العمدة سر الباطع فيه اتفاق على ده مصطفى غنين بيقول مذكرات زوج لحميد الشعيري كمان عودة حميدة ليه اميرة قلبي او اكاونت باسم اميرة قلبي بيقول تتر مسلسل الف حمد الله على السلامة طبعا النجمة يسرى ومعها النجمة محمد صروت وإيمان السيد كوميديا فانتازيا كده ايه من الطراز الجميل النزيز الاجتماعي اعتقد برضو مسلسل لطيف استاذ اسلام سامح بيقول انا شايف ان محمد منير بيعمل عظمة في مسلسل عملة ندرة ده حقيقي جدا صفيا محجوب الكتيبة 101 يعني واضح انه فيه يعني اجماع على الكتيبة بجد 101 جعفر العمدة سر الباطع يعني ده الاجماع على المسلسلات دي فيه تعليقات تانية لكن دول اكتر تعليقات جات لنا على تترات المسلسلات التلاتة فحبين نعرف منكم ايه التتر اللي عجبكم من وجهة نظرك استنادي اعمال كتيرة جدا موجودة مطربين كتير مشاركين قيمة وقامة في الحقيقة سواء بالصوت او بالكلمات او بالالحان مشاركين في تتر يثقل العمل اهمية وقوة وشايفين ده يمكن من تعليقات حضراتكم والاجماع الكبير اللي موجود على مسلسلات معينة خلونا نعرف لو عندكم وجهات نظر تانية ولو فيه مسلسلات تانية عجبتكم في شهر رمضان المبارك السندي المنافسة قوية جدا بسنين اجابات حضراتكم حنقشها بالتفصيل وحندردش فيها وحنسمع فيها يمكن برضو ترشحولنا مسلسلات يعني حتى اللي قالت لنا الف حمد الله على السلامة مخدناش بالنا من التتر المسلسل ده كان عامل ازاي فيها جماعة مسلسلات تانية زي الصفارة زي احمد مكي في الكبير قوي اعتقد المنافسة كبيرة وزي ما فيها يعني نجوم تقال فيها ايضا تترات جميلة انتكلمونا واكتبولنا مستنين اجابات حضراتكم حنقشها بتفصيل لغاية الساعة عشر صباحا بتوقيت القاهرة معاكم استربيد